اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل قرآنا حكيما وصراطا مستقيما فيه نبأ كل شيء وشفاء لكل حي لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقض عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد أحمده سبحانه بما هو له أهل من الحمد وأثن عليه وأستغفره من جميع الذنوب وأتوب إليه وأؤمن به وأتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخير كل الخير في طاعته والشر كل الشر في معصيته وعد من أطاعه دار النعيم وتوعد من عصاه نار الجحيم وهو العلي العظيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله رحمةً للعالمين وسراجًا للمهتدين وإمامًا للمتقين ونعمةً على الخلق أجمعين فبلغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين وترك هذه الأمة على الشريعة السمحة والملة الحنيفية البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يحيد عنها إلا منافقٌ سالك اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنَّته وسار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان والعقيدة أحيِّيكم بتحيَّة الأمن والأمان والسلم والسلام تحيَّة أهل الجنة تحيَّتهم يوم يلقونهم سلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما أسعد هذه اللحظات الإيمانية التي امتنَّ الله سبحانه وتعالى بها علينا إذ جمعنا في هذا المكان الطيِّب بيتٍ من بيوت الله هذه البيوت التي أذِنَ الله لأن تُرفع ويُذكَرَ فيها اسمه لنتدارس في أمثال هذه الأماكن شيئًا من أمور الدين حتى تنفعنا يوم الدين فأسأل الله العظيم في أن يجعل اجتماعنا هذا مرحومًا وأن يجعل تفرُّقنا من بعده معصومًا كما أسأله سبحانه في أن يغمُرنا بالنفحات التي بشَّر بها المُصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في قوله وما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلَت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفَّتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وجاء في بعض الروايات عنه عليه السلام أنه قال إن الملائكة ليُصلُّون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يُحدِث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه فأبشر حينئذ بهذه النفحات وبهذه المكرُمات وبهذه الجوائز والهبات التي يهبُها ربُّ الأرض والسماوات لمن جلس في أمثال هذه المجالس أيها الإخوة إن حديثنا خلال هذا اللقاء يدورُ حول عنوان نورٌ على الدرب وإنني أقصد بذلك النور أو بهذا النور هو هذا الكتاب المعجز الذي أنزله الله عز وجل على عباده هذا الكتاب الذي لا يرقى إلى شأوه كلام البشر ولا تحيط به العقول والفكر هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل معجزًا بيانه وشاملًا تبيانه وصاطعًا برهانه وتعالُوا بنا إخوة الإيمان لنرى حالة البشرية قبل نزول هذا النور إن العالم الإنساني كان يعيش في ظلماتٍ مدلهمة وكان ذلك العالم تتلاعب به أهواء متنوعة لا يهتد الإنسان سبيلا بل ولا يجد دليلا وكادت سفينة البشرية أن تغرق لو لا لطف الله إذا بالربان الماهر يمسك بزمام قافلة البشرية حتى يوصلها إلى بر الأمان وشاطئ السلامة فكان ذلكم هو نبيكم الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم وأنزل الله عز وجل عليه القرآن ليكون نورًا يهدي الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم ومن العمى إلى البصيرة ومن الفرقة إلى الألفة ومن الباطل إلى الحق ومن الظلم إلى العدل ومن الانحطاط إلى الاستقامة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة وقد سماه الله عز وجل نورًا فهو نورٌ يضيء درب التائهين في الظلمة والله عز وجل يقول في ذلك واتبع النور الذي أنزل وقد سماه الله عز وجل روحًا فالقرآن روحٌ تحيى بها الأرواح التي في الأجساد إن الأجساد لا بدَّ لها من محرِّكٍ لها يعطيها القوة حتى تزاول مهنتها خلال هذه الحياة التي أتاحها الله عز وجل لها وهذا المحرِّك لهذه الأجساد إنما هي هذه الأرواح والأرواح لا بدَّ لها من محرِّكٍ يُحرِّكها ومحرِّك الأرواح إنما هو القرآن فالله عز وجل يقول وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراطٍ مستقيم فالقرآن نورٌ وهو روح وإن هذه الأمة لا تزال بخير إن تمسَّكَت بكتاب ربِّها وعضَّت بنواجِذها على سنَّة نبيِّها عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكِ التسليم وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيَّن من أن هذه الأمة سوف يجتاحُها الكثير الكثير من الصعاب والكثير الكثير من الفتن محنٌ ورزايا ابتلاءات وبيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم العلاج الناجع بيَّن الخروج من ذلك كلِّه إلا بالرجوع إلى كتاب الله فقد جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد عن علي بن أبي طالبٍ كرَّم الله وجهه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون من بعد فتنٌ كقطع الليل المظلم قيل ومن مخلص منها يا رسول الله قال كتاب الله عز وجل فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبارٍ قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضلَّه الله وهو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم وهو الذي لا تتشعب منه الآراء ولا يملُّه الأتقياء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَّبًا من علم علمه سبق ومن قال به صدق ومن حكم به عدل ومن اعتصم به أُجِر ومن دعا إليه فقد هُدِي إلى صراطٍ مُستقيم وهذا الحديث كما يقول سماحة الشيخ حفظه الله تعالى في جواهر التفسير وفي بعض محاضراته مهما قيل في هذا الحديث من ضعف فإن البريق الذي يلمع من عباراته دليلٌ على تألُّقه من مشكات النبوة ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر في هذا الحديث أن هذه الأمة سيكون فيها محنٌ ورزايا وفتنٌ وبلايا وبيَّن الخروج من ذلك إنما هو الرجوع إلى كتاب الله وتعالُّ بنا لنرى الناس في دُنياهم اليوم كيف أنهم ابتُلوا بابتِلاءات هذه الحروب الطاحنة التي تحدُث في البلاد الإسلامية إنما هي ابتِلاءاتٌ ومِحًا ورزايا وفتن ولا يكون الخروج من ذلك كلِّه إلا بالاعتصام بحبل الله المتين والعبِّ على نوره المبين والسعي في صراطه المستقيم أما إن ترك الناس كتاب الله سبحانه وتعالى وراء أظهرهم فإن الله عز وجل عاقبهم بهذه الفتن وابتلاهم بهذه المحن فما علينا إخوة الإيمان إلا أن نحرِص كل الحرص على الأخذ بما في كتاب الله سبحانه وتعالى إن الله عز وجل لم يُنزِل القرآن ليُتلى بمُختلف الأنغام وإنما أنزله الله عز وجل ليكون كتاب هداية يهدي الناس ويُخرِجهم من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى فالله عز وجل يقول في ثاني سورة في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هُدًا للمُتَّقين ويقول سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوَم ويُبَشِّر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليماً ويقول سبحانه وتعالى ألف لام راء كتابٌ أنزلناه إليك لتُخرِج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد فالله عز وجل أنزل هذا الكتاب ليُتدبَّر حتى يتدبَّر الناس معانيه وحتى يقفوا عند حدوده ويأخذوا منه ما وضح لهم ويكلوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى فيما أشكل عليهم وإن سلفكم الصالح أيها الإخوة كانت أعناقهم مشرئبةً في القرآن فكانوا ناشرين لواء القرآن بل إنهم لما رأوا في ذلك العالم في ذلك المجتمع المدلهم عندما ظهرت الدولة الأموية الذين ضلَّلوا الناس واتخذوا عباد الله خوَلَة وما له دُولَة وبعد أن أوضيعت الحنيفية سلفكم الصالح خرجوا من هذه الأرض المعطاءة من أرض عمان حاملين لواء القرآن مُبلِّغين دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا إلى المدينة المنورة وأخذوا يدعون الناس فالإسلام قد ضُيِّع في تلك الدولة الظالمة الدولة الأموية ضُيِّع الإسلام وأخذ الناس ينتمون إلى لواءات الدنيا ذهب أحد الدعاء من أرض عمان وهو القائد الداعية أبو حمزة الشاري رحمه الله تعالى المختار بن عوف السليمي الذي عاش في أرض مجز من ولاية الصحار خرج من ذلك المكان مع جملة من أصحابه إلى المدينة المنورة حتى يعيدوهم إلى جادة الحق والصواب حتى يعيدوهم إلى الملة الحنفية البيضاء حتى يعيدوهم إلى هدي القرآن ولكن أهل المدينة الذين تعفَّنت فطرهم في ذلك الوقت وزاغت أبصارهم والذين تركوا لواء ربهم وكتاب ربهم وراء ظهورهم خلفوه وراء ظهورهم أخذوا يسخرون من أبي حمزة الشاري ومن أصحابه أخذوا يسخرون منه فما كان من أبي حمزة رحمه الله تعالى بعد أن وجد السخرية من أهل المدينة ما كان منه إلا أن صعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ لأهل المدينة الدعوة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولماذا جاءوا إلى ذلك المكان صعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب في أهل المدينة خطبة عصماء وإن من جملة ما خاطب به أهل المدينة قوله رحمه الله تعالى يا أهل المدينة تعيرونني بأصحابي تزعمون إنهم شباب وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا نعم شباب والله مكتهلون في شبابهم غضيظة عن الباطل أعينهم ثقيلة إلى الحق أرجلهم موصول كلالهم بكلالهم وقيام ليلهم بصيام نهارهم قد أكلت الأرض جباههم وأيديهم وركبهم من طول الصيام وكثرة القيام منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقاً إليها وإذا مر أحدهم بآية فيها ذكر النار شهق شهقة وكأن زفير جهنم بين أذنيه مستقلون ذلك في جنب الله مستنجزون ذلك لوعد الله حتى إذا رأوا سهام العدو قد فوقت ورماحه قد أشرعت وسيوفه قد انتضيت وأرعدت الكتيبة بصواعق الموت وأبرقت استهانوا بوعيد الكتيبة لوعد الله فلقوا شبل أسنة وشائك السهام وحد السيوف بوجوههم وأيديهم ونحورهم ومضى الشاب هناك قدما حتى اختلفت رجلاه على عنق فرسه فخر صريعاً في الثرى ورملت محاس وجهه بالدماء وأسرعت إليه سباع الأرض وانحط إليه طير السماء فكم من عين في منقار طائر طالما بكى صاحبها في جوف الليل من خشية الله وكم من يد أبينت عن معصمها طالما استعان عليها صاحبها في سجوده لله وكم من خد عتيق فلق بعمد الحديد فرحم الله تلك الأبدان وأدخل أرواحهم الجنان انظروا أيها الإخوة إلى ما قاله هذا الإمام الداعية رحمه الله تعالى وكيف أن أصحابه كانوا كانوا مشغوفين غاية الشغف بالقرآن الكريم كانت أعناقهم مشرئبة لهذا النور وبالاتباع لهذا النور وبتطبيق هذا النور كيف لا وإذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقاً إليها إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة الآيات التي تتحدث عن الجنة ونعيمها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الواحد منهم يقرأ نعيم الجنة يقرأ الصفات التي وصف الله عز وجل بها المؤمنين وكيف أنهم استحقوا هذا النعيم كيف استحقوا هذه الجائزة جائزة الله سبحانه وتعالى عندما يقرأ مثلاً قوله سبحانه وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عرباً أترابا لأصحاب اليمين فتجد هذا الشخص الذي يتلو هذه الآيات يبكي شوقاً إلى ذلك النعيم لأنه نعيم مقيم وكل إنسان يطمع ويطمح إلى أن يصل إلى ذلك النعيم وذلك النعيم لا يرقى إليه إلا المتقون فالله سبحانه وتعالى يقول إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات وعيون إن للمتقين مفازا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا إن المتقين في جنات ونعيم إلى غير ذلك مما ذكره الله سبحانه وتعالى وفي المقابل إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر النار وما أدراكم من نار والعياذ بالله أعد الله عز وجل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الحطمة وما أدراكم الحطمة الهاوية وما أدراكم الهاوية فإن ذلك الإنسان عندما يمر بالآيات التي فيها ذكر النار وفيها ذكر الغصص وفيها ذكر الزقوم فإن فرائصه ترتعد ويشهق وكأن زفير جهنم بين أذنيه انتلى مثلا قوله سبحانه وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين فتجد أن أولئك تشهق تشهق أجسامهم وتشهق يشهقون وكأن زفير جهنم بين أذنيه هكذا أيها الإخوة تربى أولئك الناس تربوا على مائدة القرآن تربوا على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على القرآن الكريم يربيهم التربية الإيمانية الحق يربيهم يربيهم على هذه المائدة العظيمة مائدة القرآن الكريم ولذلك كانوا مستبسلين في حياتهم شاقين طريق الجهاد يجاهدون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى حاملين لواء الإسلام تراهم في ضمير الليل صيرهم مثل الخيالات تسبيح وقرآن أناجيلهم وسط الصدور سطور كما يذكر ذلك العلامة أبو مسلم رحمه الله تعالى ولذلك بهذه الصفات أخذ أعداؤهم يصفونهم يصفونهم ويترجمون أعمالهم لأصحابهم فكانت أعمالهم توصف يصف أولئك الأعداء هؤلاء الناس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ويصفون التابعين بأنهم بأنهم رهبانٌ بالليل وفرسانٌ بالنهار إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقاً إليها وإذا مر أحدهم بآية فيها ذكر النار شهق شهقةً وكأن زفير جهنم بين أذنيه ويصف أحد أولئك الأعداء هؤلاء الناس بقوله أما الليل فرهبان وأما النهار ففرسان يريشون النبل ويرمونها ويثقفون القنى لو حدثت جليسك حديثاً ما فهمه عنك لما على من أصواتهم بالقرآن والذكر فكانوا آخذين بحجزة القرآن يطبِّقون ما في القرآن لا يجعلون القرآن وراء أظهرهم بل كانوا يأخذون بما فيه ويطبِّقونه ويربّون أبناءهم عليه فعلينا إخوة الإيمان أن نتعاون فيما بيننا وأن نربي أبناءنا على القرآن الكريم أن نربي هذه الشبيبة وهؤلاء الفتية على حب كتاب الله سبحانه وتعالى وهي وصية وصاكم بها نبيكم الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم فقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال علِّموا أولادكم القرآن فإنه أول ما ينبغي أن يتعلم من علم الله هو علِّموا أولادكم القرآن فالولد إن تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى سيعلم أحكام الله سبحانه وسيبعد نفسه عن كل خنى وفجور سيبعد نفسه عن كل ما يغضب المولى الغفور وستسعد به صغيرا وستسر به كبيرا وذلك لأنك ربيته على كتاب الله سبحانه وتعالى سيعلم ذلك الولد كيف تكون طاعة الله سبحانه وتعالى وما هي الآليات والأدوات التي يستطيع أن يصل بها الإنسان أو ذلك الولد إلى مرضاته عز وجل سيعلم ذلك الولد أن بر الوالدين فريضة مقدسة وواجب إنساني وآدب اجتماعي يدعو إليه الدين وترتضيه المرؤة والعقل السليم سيعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرج الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد سيعلم أن الله سبحانه وتعالى تعبَّده بأعمال يصل من خلال فعله لتلك الأعمال إلى مرضاته سبحانه وتعالى وكل إنسان مطلوب في أن يسير في ذلك الصراط المستقيم وأنت كل يوم أخي المسلم تسأل الله عز وجل في أن يهديك الصراط المستقيم والله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لما نزلت هذه الآية خط الرسول صلى الله عليه وسلم خطاً مستقيماً وخط خطوطاً متعرجة ذات اليمين وذات الشمال وأشار إلى الطريق المستقيم وقال هذا هو صراط الله وأشار إلى الطرق المتعرجة وقال هذا هو صراط الشيطان أو هذه هي طرق الشيطان أو كما قال عليه الصلاة والسلام فصراط الله عز وجل مستقيماً لعو جاك فيه أما طرق الشيطان فإنها طرق ملتوية طرق متعرجة توصل هذه الطرق إلى غضب الله سبحانه وتعالى فلماذا يتخذ الإنسان الشيطان ندًّا ولماذا يتخذه صديقًا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً فما على الإنسان إلا أن يسلك المسلك الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم وسلكه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وسلكه التابعون ومن بعدهم وسلكه سلفكم الصالح وقد كان أولئك الرجال سالكين لمسلك القرآن الذي جعله الله عز وجل دستوراً لهذه الأمة جعله لكي يتربَّوا على مائدته وجعله لكي يربِّ الناس أبناءهم عليه وعندما ترك أولياء الأمور تربيَّة أبنائهم على القرآن الكريم خرج أولئك الناس الشباب عن طريق الاستقامة ذلك الذي إن رُبِّي على القرآن الكريم فإنه سيسرُّ الوالد وسيسرُّ مربيه وسيسرُّ مجتمعه وسيسرُّ قريته وسيسرُّ بلدته ويسرُّ وطنه وأمته أما إن لم يتربَّ على كتاب الله سبحانه وتعالى فإن أولئك سيكونون معاول هدم للمجتمع وللأمة فأولئك الشباب الذين نجدهم متسكعين في الطرقات وخائضين في الشبهات ومتفننين في محاكاة الفتيات ومقضين أوقاتهم في الاستماع إلى المغنين والمغنيات ومشاهدة الأفلام والمسرحيات ومتابعة الألعاب والمباريات أولئك أنّ لهم أن يقيموا صرح الأمة وأنّ لهم أن يأخذوا بحجزة الناس إلى جادة الحق والصواب بل إن أولئك تربَّوا على تلك الطرق المتعرِّجة فعلينا أيها الإخوة إن أردنا أن نحصِّن أنفسنا وأن نحصِّن بيوتنا وأن نحصِّن أبناءنا ما علينا إلا أن نربي أبناءنا على القرآن الكريم إن ربينا الناس على القرآن الكريم سيتحصَّن المجتمع تتحصَّن القرية يتحصَّن الوطن تتحصَّن الأمة عن كل قبيحٍّ من الفعال إن ربي الناس على القرآن الكريم لا تجد بينهم شاربًا للخمور أو متاجرًا بالمخدِّرات أو يسرُقُ بيوت الناس أو غير ذلك من الجرائم التي تحدُث بين الفينة والأخرى في سائر المجتمعات الإسلامية وفي مجتمعنا خاصة فعلينا إذن أن نُعنى العناية التامة العناية الأكيدة بالقرآن الكريم أن نُعنى به فنُربي أبناءنا القرآن نُربي أبناءنا نُربيَّهم على هذا الكتاب المُعجِز ونُحفِّزهم ونُعزِّزهم نجد أن كثيرًا أن كثيرين من الآباء وللأسف الشديد يستصعب في أن يدفع مبلغًا من راتبه لأجل أن يُعلم أبناءه القرآن الكريم لأجل أن يذهب بهم إلى مدارس تحفيظ القرآن لأجل أن يذهب بهم إلى مراكز تعليم القرآن ولكنه ولكنه يسهل عليه في أن يشتري هاتفًا بمئتي ريال مثلًا أو بمئةٍ وخمسين أو بأغلى من ذلك ذلك عنده أمرٌ سهل أما أن يدفع من ماله لأجل أن يُعلم أبناءه فإن ذلك نجد هؤلاء الأولياء وللأسف الشديد يستصعبون ذلك غاية الصعوبة لماذا؟ لماذا أيها المربي لماذا أيها الأب لماذا أيها المجتمع لماذا تبعدون هؤلاء الأبناء عن حضيرتكم لماذا لا تحتووهم وتربوهم على مائدة القرآن الكريم كم هم أولئك الذين تربوا على القنوات الفضائية وكم هم أولئك الذين تربوا في الشوارع كم هم أولئك الذين لا يصلون وكم هم أولئك الذين لا يصومون كم هم أولئك كثيرون من الشباب وللأسف الشديد ابتعدوا عن تعاليم الله سبحانه وتعالى ابتعدوا غرتهم الدنيا فخاضوا في الشبهات وارتكبوا الموبقات والعياذ بالله فيما يذكر في هذا الجانب من قصص من أنه في شهر ثلاثة الماضي في هذا العام وقع حادث تصادم بين سيارتين وجهاً لوجه في إحدى المدن أو في إحدى ولايات السلطنة أحد سائق السيارة أحد سائق تلك السيارة أو سيارة من السيارتين توفي في الحال والآخر في السيارة المقابلة لتلك السيارة كان فيه رمق من حياه تقطعت أشلاء أي تقطعت يدي ورقلي فكان بقرب الحال أخوه محمد لما أبصره قال هذا الشخص يا محمد ساعدني أنقذني يا محمد هل تعلم من أني ما صليت هل تعلم من أنني لم أسجد لله سبحانه وتعالى سجده يا محمد أنقذني ولو أن أصبح معاقاً طيلة حياتي المهم أنك تنقذني من هذا الحادث أن تأخذني إلى المستشفى وأخذ يتودد إلى أخيه وأخوه لا يستطيع أن يفعل له شيئاً حتى ازرق لونه ونزف كثيراً من الدماء وبدت حشرجه في حلقه ثم خرس لسانه وبعدما جاء المنقذون بعدما جاءت الإسعاف وجدوه قد فارق الحياة فانظروا أيها الإخوة كيف أن ذلك الإنسان شاب شاب في مقتبل العمر ولكنه لا يصلي لا يصلي لم يسجد لله سبحانه وتعالى لم يسجد لله سبحانه وتعالى سجده أين عنه أبوه وأين عنه مربوه أين عنه والده وإخوانه تركوا الحبل على غاربه لا يسألونه من تصاحب ولا من أين أتيت ولا هل صليت استسهلوا هذا الأمر فما سيكون حاله يوم الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين سيسأل عن الصلاة ما سلككم في صقر قالوا لم نكن من المصلين لم نكن من المصلين أول سؤال فالصلاة عماد الدين وهي أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة وآخر ما يرفع من هذه الأمة كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لتنتقظن عرى الإسلام عروة عروة فأول نقضن الحكم وآخرهن الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان سيسأل يوم الدين ما سلككم في صقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين يخوضون مع الخائضين يخوضون مع الخائضين والعياذ بالله فإذن علينا أن نعنى العناية الأكيدة بالقرآن الكريم علينا أن نربي أبناءنا عن القرآن الكريم أن نربيهم وأن نشحذ هممهم ونقوِّ عزائمهم وعلينا أن نعززهم حتى يكون المجتمع مجتمعا نظيفا خاليا من البدع والشبهات خاليا من الترهات مبعدين أبناءنا عن الموبقات وإنما علينا أن نعززهم فنأخذ فلذات الأكباد إلى مراكز تعليم القرآن إلى مدارس تعليم القرآن حتى يتعلم ذلك الولد القرآن الكريم ويتعلم أحكام الله سبحانه وتعالى يتعلم أحكام الله عز وجل يتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا الشاب لا شك إن تعلم القرآن فإنه سيكون من ضمن الذين يظلهم الله يوم الدين يوم لا ظل إلا ظله وذكر من هؤلاء شاب نشأ في عبادة ربه شاب نشأ في عبادة ربه فلنتعاون فيما بيننا ونعلم أبناءنا القرآن بذلك يسلم المجتمع من الكثير الكثير من البدع التي حلت في المجتمع والشبهات التي تناقلتها القنوات والشبكات المعلوماتية أفكار تتناقل في أيامنا هذه وتمر الأمة بتيارات كثيرة فعلينا أن تكون عندنا جرع قوية بحيث نعطيها ونغذي أبناءنا القرآن الكريم أن نغذيهم السنة النبوية الصحيحة التي رويت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نبعد أبناءنا عن هذه اللوثات العقدية واللوثات الأخلاقية التي وصلت إلى مسامع الناس التي وصلت إلى مسامع الناس في بيوتهم غزت عقر البيوت غزت البيوت غزت عقر الدور والإعياذ بالله فعلينا إذن أن نهتم الاهتمام الأكيد بالقرآن الكريم لا نجعل هذا الأمر أمر أمرا لا يعنينا لا بل هو يعنينا إن أردنا الخيرية لمجتمعنا ووطننا ولأمتنا الإسلامية وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان والحديث ذو شجون وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن نستمع القول فيتبع أحسنه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا ذا الجلال والإكرام اللهم اسلك بنا سبيل الأبرار واجعلنا من عبادك الأخيار الذاكرين لك بالليل والنهار المستغفرين لك بالعشي والأسحار اللهم احفظنا في ظلمة الليل كما حفظتنا في وضح النهار واحفظنا فيما بقي لنا من الأعمار واحفظنا من طوارق الليل وآثات النهار برحمتك يا واحد يا قهار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الحق والدين واستأصل اللهم شأفتهم ولا تدع لهم من باقية يا رب العالمين اللهم شرد بهم في البلاد وافعل بهم كما فعلت بثمود وعاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد اللهم صب عليهم صوت عذاب وحل بينهم وبين ما يشتهون واجعل بأسهم بينهم شديدا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وشكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته